عمّة يا رسول الله عمّة يا حبيب الله عمّة يا رسول الله عمّة يا حبيب الله إن كان موسى سقل أسباق من حجر فإن في الكف معنى ليس في الحجر إن كان عيسى برى الأعباء بتعوته فكم راحته قد رد من بصري الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد ففي شرعنا الحنيف أن الكرامة التي تحصل للولي المتبع حق الاتباع تكون معجزة لنبيه عليه الصلاة والسلام وقصتنا هي عن أحد خدام رسول الله عليه الصلاة والسلام واسمه مهران وصار سفينة وفي سبب تسميته باسم سفينة قصة جميلة سنبتدئ بها ونتذكر ما فيها من أمر خارق للعادة ثم نذكر كيف أن الله تعالى سخر الأسد لخدمته وحراسته خرج النبي صلى الله عليه وسلم في جمع من أصحابه الكرام في سفر يمشون على أرجلهم وكان أغلبهم يحملون متاعا على أكتافهم فلما رآه الوسول عليه الصلاة والسلام وقد بدى عليهم أثر التعب قال عليه الصلاة والسلام لخادمه مهران بصدق ساءكة أي الرداء الذي يضعه فوق أكتافه فبسطه على الأرض وأمر النبي الصحابة أن يضعوا عليه متاعهم فوضعوها وهم لا يعلمون لماذا بعد أن صارت الأمتعة كلها فوق الكساء أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته بأن يربطوا الكساء ويضعوه فوق أكتاف مهران ففعلوا والرسول عليه الصلاة والسلام يبتسم ويقول احمل فإنما أنت سفينة وحصلت معجزة كريمة لنبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام وهي أن الحمل فوق مهران أصبح خفيفا جدا فقال لو حملت مثله سبع مرات ما شعرت به ومن يومها أطلق عليه اسم سفينة وفي يوم من الأيام ركب سفينة رضي الله عنه مركبا في البحر وانطلق في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم وأثناء الرحلة هبت ريح عاصفة شديدة قلبت له مركبه وكسرته فوقع سفينة في الماء وتمسك بلوح من ألواح المركب يدفع بيديه ورجليه حتى وصل إلى شاطئ البحر وقربه غابة صغيرة فدخلها ليرتاح قليلا أغمض سفينة رضي الله عنه عينيه من أثر التعب ولكنه فتحهما فجأة لما سمع زئير أسد يقترب منه فلم يرتعب لأنه كان قوي القلب ووقف في مكانه وجه لوجه مع الأسد وقال له يا أبا الحارث وهي كنية من كن الأسد أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد انكسر مركبي في البحر فحصلت كرامة عظيمة لسيدنا سفينة رضي الله عنه فقد استمع له الأسد منصطا لكلامه يفهم عنه ما يقول فطأطأ رأسه لما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكم بأي هجوم عليه بل أقبل إلى سفينة رضي الله عنه يدفعه بمنكبيه وكأنه يقول له اتبعني فمشى الأسد وتبعه سفينة حتى خرج معا من هذه الغابة مضى الأسد في طريقه وسفينة رضي الله عنه راكبا فوق ذهره وقطعا معا صحارا وصعدا جبالا وتلالا ونزلا أودية حتى اقتربا من طريق القوافل وكان سفينة رضي الله عنه أحيانا يسير قرب الأسد وأحيانا يركبه فلما وصل نزل سفينة عن ظهره فهمهم الأسد وضربه ضربة خفيفة بذنبه فأحس وكأنه يودعه ورحل وعاد سفينة إلى دياره سالما بإذن الله اللهم علمنا ما جهنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين محمد يا رسول الله محمد يا رسول الله محمد يا رسول الله يا حبيب الله يا أمين الله يا رسول الله يا محمد يا رسول الله 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 يا رسول الله